بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم الكاتب والسفير قبل النهاردة مرحب بضيفي اللي هو يعني باعتبره من أهم الضيوف اللي أنا أحاولهم في حياتي بحكم قصة نجاح وكفاحه اللي أنا أتعرف عليها بعزي نفسي وبعزي الشعب اللبناني والشعب العربي والإسلامي والشعب اللبناني نتيجة الضحايا اللي راحوا بالأمس نتيجة حادثين انفجاريين ممكن في الغالب قد يكونوا إرهابيين لكن لسه التحقات يعني لم تصفر عن شيء في النهاية بعزي الشعب اللبناني والشعب العربي والإسلامي إنه الشجاع الجريء ابن الأصول البطل المغوار العصامي المكافح ابن النوبة جوهرة النوبة كلها ألقاب تم اطلاقها على ضيف اليوم وهو أستاذ مسعد هيركي رئيس مجلس دارة المؤسسة المصرية النوبية أهلا وسهلا بك وأهلا وسهلا بالسادة المشاهدين بداية قلنا ألقاب كتير يعني أكتر لقب هو جوهرة النوبة يعني جوهرة النوبة جات من مين هو أنا عايزة أشير لكلنا العبيد لله وممكن في ناس كتير تطلع ألقاب زي ما هي عايزة لكن احنا في الأول وفي الآخر مواطن مصري يعشق طراب مصر ويعشق طراب النوبة النوبة الألقاب دي كلها زائلة لن يتبقى غير عمل الإنسان هو اللي بيتبقى فأنا بشكر الناس اللي بتحط ألقاب لكن أنا عن ذاتي بقول أنا مواطن بسيط مصري نوبي من جنوب مصر طبعا أنا بنشكلك لتواضعك لكن جوهرة النوبة كان له أصل يعني فيه ناس كتير قالوا عليك جوهرة النوبة عايزين بقى نتكلم مثلا عن نشيط حضرتك في النوبة وعايزين نقول للشباب إزاي أستاذ مسعد هيركي قدر من أرض الدهب أنه هو يوصل لي يعني الكوريين والأساويين والجرائد العربية والأساوية والأفريقية بل في منطقة الشركة الأوسط كتب ابن النوبة أبهر الكوريين هو أنا عشان أتكلم عن نشأتي من صغري فهي اللي علمتني وربتني وزي ما احنا كلنا عارفين أول تسع سنين في عمر الإنسان هي اللي بتأسسه وهي اللي بتديله مصادر القوة وهي الجينات بتتحرك من الصغر فعشان كده احنا اتربينا على أرض وطمي مصر اتربينا في جنوب مصر اتربينا من أب وأم من أصل وحضارة نوبية أصيلة عشان كده هو ممكن نكون عنينا في بداية حياتنا زي ما شباب كتير بيعانوا أو رجال كتير بيعانوا فاحنا يعني حفرنا في الصخر عشان نقدر نوصل إلى ما وصلنا إليه برضى ربنا سبحانه وتعالى والوالدين فعشان كده القصة كبيرة وقصة كفاح يعني طويلة بدأت من عامل طالع بيحفر بالكوريكو الفروع والبراويطة وبالكمبريسور ووصل بعد أربعين سنة إلى صاحب شركات ومدير إقليمي الأكبر خمس شركات في العالم لشركة مصنفة الأكبر شركات في العالم وعندي شركات خاصة دي كلها ما جاتش من فراغ جات من عمل جات بطبعا الكلام سهل عشان نقول كل شيء بعون الله بس التخطيط والتنظيم والإدارة ده شيء مهم لتكوين الهنسا الكلام شباب التفاصيل الشباب دائما للأسف فاقد الأمل فاقد قصة القدوة يعني خلينا نكون صراحة تمام احنا مش هنتكلم بقى عن اختلاف صورة ولا معامرة الحاجة دي كل لكن في النهاية خمسة وعشرية هناير ما كانتش نجحة قوي لإن ما كانتش فيها القائد دايما أي حاجة لاتي مكون فيه قائد وقدوة تمام وكمان الكبير دايما حضرت كمان أنا بكتب لحضرتك وكلنا قرينا لحضرتك كبروا الكبير قصة النجاح اللي هي بدأت من أبهر الكوريين أبهر الأسيويين أبهر منطقة الشرق الأوسط عايزين يركز شوية عشان نقول إيه حضرتك أستاذ موسعد هركي القدوة لأهل والشباب النوبة واللي شباب مصر عمد أنا حضرت حاجة اسمها النمور الأسيوية من زمان وحضرته هما لسه ما كانوش نمور أسيوية اللي هو إحنا دلوقتي بنمر بيه يعني اللي عملته كوريا والصين واليابان وماليزيا وصنغافورة عشان تبقى نمور أسيوية إحنا دلوقتي بدأناه الكلام ده تأخر يمكن بتاع 70-80 سنة لكن أنا عايز أقول إن القصة مش سهلة يعني إيه لما أنا رحت وتعرفت في كوريا وفي الشركة العالمية اللي أنا مش عايز أقوله اسمها إعلاميا عايز أقول إن ما سألونيش عن شهادة لكن سألوني وعرفوا أنا بعمل إيه على أرض الواقع حتة أرض الواقع دي مهمة جدا شبابنا والجيل اللي طالع كله المعلومة بتجيله سهلة دلوقتي بالإنترنت والتكنولوجيا تطورت فالمعلومة بتيجي سهلة لأولادنا وأحفادنا فعشان كده المعلومة تيجي سهلة لكن تيجي تحققها على أرض الواقع بتختلف كتير أول وزي ما أنت ذكرت يا أستاذ محمود قلت قامت صورة لكن ما كملتش ليه؟ لأنها من غير تخطيط وتنظيم وإدارة بدون عزيمة وإرادة وتحدي عايز أقول ممكن نكون عدينا بصورتين وكورونا ودي كانت أصعب فترة وممكن بنمر حاليا خارجيا وداخليا بحروب بردة الحروب البردة دي أقوى من حروب 67 النكسة أو 73 نحن نروح للحروب البردة المسعد لكن برضو معلش نصحتك بقى للشباب قبل من خلص القصة يعمل إيه؟ يعني شاب دلوقتي معلش عراء عب حليم حفظ على حزب الريح ما يودي الريح ما يودي وإياها أنا ماشي ماشي ولا بيد للأسف ده حال شباب كتير تقول لهم يعملوا إيه؟ يعني إيه اللي هم يعملوا عشان ممكن يعني يوصلوا لأستاذ المسعد أو كمان تجاوز لأستاذ المسعد أنا عايز أقول حاجة يعني طبعا على حزب الريح دي أنا مش مقتنع بها تماما لكن هو لازم تحفر في الصخر لازم تدور على شغل وتسعى زي ما بتخرج بره زي فيه دلوقتي 13 مليون مواطن مصري خارج مصر كلهم بيعملوا إيه؟ وأنا شفت كتير في دول العالم أجمع شفت كتير اللي خريج هندسة ودكتوراه وطب هندسة ودكتوراه يعني ماشي الله معهم شهادات عليا ورغم كده وقفين في محلات وبيعهم في محلات وبيعملوا سندويتشات وبيشتغلوا كل حاجة اعمل ده بلدك اعمل ده بلدك أنا عارف أن ما فيش أعمال عارف أن نسبة البطالة عالية في مصر عارف أن الناس غصبا عنها الشباب بيتخرج وما عندوش رؤية مستقبلية عن حياته عشان كده يمكن من تجربتي في دول الدمور الأسيوية كان الشاب وهو طالب في الجامعة عارف وبيتضرب في المصنع أو الشركة اللي عايشتغل فيها وعارف أنه هيشتغل وعايخد مرتب قد ايه هو ده اللي احنا بنتكلم عليه في المرحلة القادمة عشان نقدر ننمو ببلدنا صحيح وفعليا عشان نقل للبطالة أنا عايزك تحفر عايزك تشتغل وتنزل مش عيب الشغل لما بقولك أنا بدأت أول جواز صفر ليه عامل وآخر جواز صفر ليه المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أو صاحب شركات دي مش سهلة في خلال 40 سنة عامل يعني كنت بقعد في وسط أهل الصعيدة والفلاحين وكنا بنقعد في قضة واحدة ونربط الحزام في وسطنا عشان نحط حاجتنا المهمة في وسطنا أنا عايز أقول مش عيب أنك تشتغل العيب أنك تبضل قعد مستدن الشغل وما فيش حاجة اسمها على حزب الريح لا ده أنت اللي توجه لأن دي حياتك الشخصية والعملية اللي هي مستقبلياً حتأثر على بيتك وعلى أولادك وإنت لازم تكون قضة حسنة قضة حسنة مش شرط تستنى شغل أو مهنة قضة حسنة يعني تنزل وتشتغل أي حاجة مش عيب لما تنزل وتشتغل أي حاجة لكن العيب أنك تقعد وتستنى الشغل لما حاجةك قلت يا فندم فعلاً يعني هما ممكن يعني يروح يخسر الصحون يشتغل بتاع سندويتشات إنما ما تقبلش ده في مصر مفوض إن أنت بدأ ما تتقبله برا لأتقبله هنا وابني نفسك في بلدك علشان خاطر تقدر فعلاً تنجح وتقدر تزبط ذاتك ننتقل بقى للحديث عن ملف مهم جداً وحاضرتك يعني تبنيته أيام يعني منذ القدم يعني نقول منذ سنوات أما كنت كمان قبل لما تيب الرئيسة تهعد النوبي العام أنا شايفها مش قضية لأنه لو قضية عن روح في المحاكم أنا شايفها حقوق وحقوق محتاجة مننا إحنا الأول إن إحنا نتكتف ونحط إيدنا في إيد بعض يعني إيه طول ما الدولة شايفانا متجهين شمال ويمين وفوق وتحت عبرها ما هتبص إليك صح إحنا دايما بنقول فين الكبير فين الكبير ده عشان يحتوينا عشان يحافظ على حضارة عشان يحافظ على طراص عشان يحافظ على تاريخ عشان كده دايما بقولها الحقوق بتاعتنا عايزة جلسات طويلة قوي ومذكورة ومثبوتة بمواصيق ومدروسة صح يعني أنا عندي الهارض الحمد لله مليان ومليان لما بقعد مع أي مسؤول أو معني أو مع أي وزير من أيام من خدوا بقى عندكم من عشرين سنة فاتت كل المعلومات والمواصف دي موجودة وبنتكلم فيها بإيه باتزان باتزان يعني إيه؟ يعني مصر حاليا بتمر بأزمة يبقى أنا لازم أسكت ليه؟ لأن الأزمة دي علينا كلنا وإحنا كلنا في مركب واحد سهاجي زي إسكندراني زي إناوي زي أسواني زي نوب عشان كده إحنا في مركب ممكن تقع بينا كلنا عشان كده بنسكت وقت اللزوم بنسكت لأن إحنا حماطة مصر عشان كده كنا بنحرص مصر في الجنوب بأهلنا الهجانة عشان كده الشفرة بتاعة 73 للغة النوبية كانت موجودة في 73 عشان كده من أيام القديو عباس حلمي هجرة 1932 و33 فدوا أهل النوبة مصر كلهم عشان كده أنا بقولها دايما أما حان الوقت أن يرفع الشعب المصري القباع لأهل النوبة وتحقيق مطالبهم المحقة لهم طيب احنا هنكمل وكما ذكرناها في الدستور المصري مادة 2036 احنا هنكمل يا جماعة معنا فيديو للأستاذ أحمد إدريس جاهز طيب حضرك تكمل على ما نشوف الفيديو الجميل لأستاذ أحمد إدريس صاحب الشفرة النوبية ورئيس السيسي طيب نشوفوا يا جماعة ونرجعتين النوبة هذه الأرض المصرية شديدة لارتباط بمصريتها والتي تشع وطنية وانتماء تربى أبناؤها جميعا على أن الأرض هي العرض خرج من باطنها بطل قصتنا الذي التحق بصفوف الجيش المصري وأثناء الاستعداد لمعركة التحرير وجد أن هناك مشكلة تعترض سرية المعلومات التي يتم تدولها عبر الأجهزة اللاسلكية فكر فكرة بمقتضاها تم القضاء على هذه المشكلة صحية إلى المقاتل البطل أحمد إدريس الموجود بيننا الآن يعني شفنا الحج أحمد إدريس ربنا نديله الصحة شفرة النوبية لحيارة العالم في أكتوبر قلنا لا أنا سعيد أن المتحدث العسكري والرئيس رئيس فتاح السيسي كان قاعد وهو بيقول المتحدث العسكري أهالي النوبة أن الأرض عرض وأن يكون المتحدث يتحدث عن الشفرة النوبية التي كان من ضمنها عن محمد إدريس اللي تب تكريمه من سنتين بعد حرب تلاتة وسبعين لها معاني برضو يعني أنت بتتكلم من تلاتة وسبعين كرم في في 2017 فأنت بتتكلم هنا في كاب سنة يعني الله أكبر حاجة كبيرة جدا فهي هي شيء إحنا بنحترب ونقدر المعانيين في الدولة أنه هم بعد العمر ده كله تم تكريم مش فرض لا ده تم تكريم أهالي النوبة كلهم من خلال عم أحمد إدريس وشكر وتقدير للمتحدث العسكري أنه قالها في بداية حديثه أن الأرض عرض طيب اللغة النوبية لا مميزات ناس كتير مش عارفة يعني ممكن توحد أفريقيا كلها كلمنا عن اللغة النوبية شو لا أنا عايز أقول محافظة أسوان مليون وخمسمية ألف نسمة وفيها ثقافات متعددة ما بين جعفرة وعبابدة والقبائل العربية والأسوانلية والنوبين وكلنا في محافظة واحدة فما قالهاش رئيسنا عبد فتاح السيسي أن أسوان عاصمة أفريقيا من فراغ لا ده قالها لأنه عارف كل دول حوض النيل من عند الطريق البر اللي تم فتحه في قسطل قسطل اللي هي بلدي قسطل اللي هي بلدي اللي أنا كنت عايش فيها لما تم تهجيرنا سالة ثلاثة وستين وده ما مر تجاري حيتورسه الأجيال لأن أنت بتتكلم هنا في تلتمائة وخمسين كيلو هتبقى معبر تجاري فعشان يتعمل استاد أولومبي في كاركر واستاد أولومبي في جنوب السد العالي وتعمر هذه المنطقة اللي فيها صروة سمكية وسياحية ومعدنية وزهبية وكفاية صروة الإنسان عشان كده لا أنا مبسوط أن فيه اهتمام في المرحلة الجاية وفيه خطط موضوعة لتنمية جنوب مصر أو تنمية مصر من جنوب مصر تنمية مصر من جنوب مصر عشان كده هناك موجودة مش بيسموها بلاد الدهب كده كلام لا ده هي فعلا بلاد الدهب وفعلا زي ما قالها الرئيس احنا عايزين ننمو من الجنوب زي ما قالها الرئيس الإنسان تنمية الإنسان زي ما احنا بدعمل في المؤسسة تنمية بشرية في جنوب مصر بنروح فيها القرى والنجوع وما سمهاش بقى النوبة بس لا الجعفرة فارس وميحة ورغامة نفتغذيلك نطلع على فاصل وليا رجع تاني نتكامل الحديث الشياء فاصل وانواصل يعني احنا كنا بنكلم ازاي اللغة النوبية ممكن تقرى ما بين مصر والشعوبة الافريقية وتوحد الدنيا كلها احنا كنا بنكلم على تعدد الثقافات اللي موجودة في محافظة أسوان ودي اللي خلت السيادة الرئيس يجعل من أسوان عاصمة أفريقيا وعلى فكرة انت لما تنزل أسوان او اللقصر او إنا هتلاقي لون البشرة واحد وخد بقى عندك وانت متجه جنوبا كل دول الجنوب هتلاقي انت لو قعدت السوداني جنب الأسيوبي جنب الصومالي جنب كلهم لونهم واحد فدي مهمة جدا لألفة ما بين دول حوض النيل وما بين جنوب مصر فعشان كده هي مش بس اللغة لان اللغة النوبية موجودة أف مصر وموجودة في السودان وموجودة في أورغندا وموجودة في أسيوبيا فهي فعلا اللغة النوبية زي ما احنا هنا بنحاول ندخلها في الجامعات المصرية ودي اتكلمنا فيها مع عدة جهات معنية في الدولة عشان تدخل جامعة القاهرة أو جامعة الأزهر وعملنا اجتماعات ومؤتمرات في السودان ودخلنا شباب في جامعة جنوب أفريقيا أفريقيا العالمية جامعة أفريقيا العالمية الموجودة في الخرطوم أو جامعة الخرطوم اللي بيدرس فيها اللغة النوبية وكما هي تدرس في بعض الدول الأوروبية فإحنا يجب الاهتمام باللغة النوبية ودخلها في الجامعات المصرية خصوصا أن هي فيها العبرية وفيها السومالي وفيها الأسيوبي فإحنا بنفتخر بلغتنا ودي لغة مصر ولغة النوبة الأصيلة لأنها حضارة معروفة من ألاف السنوات ففعلا كما ذكرت سهل جدا أن يتم دول حوض النيل كلها تتصب في محافظة أسوان وتبقى فعلا عاصمة أفريقيا العالمية إن شاء الله دول حوض النيل بذكرت مصطلح مهم جدا سيد موسعد معروف بعلاقته بالسودان قديما وحديثا ومستقبلا حدثنا شوية كده عن علاقت حدك في السودان أنا عايز أقول أن أغلبنا أغلبنا إحنا كنوبيين لنا صلة أرحم في السودان يعني أنا قاعد بتكلم مع حضرتك دلوقتي وأهلي قاعدين في السودان بيتفرجوه وغير أهلي إحنا لنا صلة أصلا بجمعية دونقولة للثقافة والتراث لنا علاقات جميلة جدا نخد عندك من عند حلفة والسكوت والمحس وتنزل على دونقولة وتنزل على الخرطوم وتنزل على ودي حلفة لا أنت بتكلم هنا دي علاقات صلة أرحم يعني حتى لو كانوا الإنجليز حطوا خط عرض 22 لكن لن يفصلنا صلة أرحم ولن يفصلنا خطوط عرضة وطول فالمسألة مش بس مع السودان لا إحنا برضو لينا في أسيوبيا ولينا في السومال ولينا في أغندا المسألة هنا لا في روابط مرتبطة بأهالي كتير مش مسعد بس لا في أهالينا كتير جدا مرتبطين بناس كتير جدا داخل السودان أو دول أفريقيا في حوض النيل خطوة جاية تجاهه النوبة حاضرك يعني فيه تنسيق مع الجهات المعنية يعني أنا عايز أشير لحاجة مهمة جدا أن فعلا في خلال المرحلة اللي فاتت فيه أمور حصلت ما كانتش متوقعة إحنا طبعا اتعاملت مدينة كاركر بسواعد القوات المسلحة المصرية واتعاملت في توقيت في آخر 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 مرحلة من مراحل الرئيس حسني مبارك فعشان كده أنا كنت سعيد جدا أنه تم تنفيذ مرحلة من ضمن ست مراحل تم الاتفاق عليها لكن تعالوا بصوا لمرحلة الجاية هي صح تمت وكلفة الدولة أربع مليار جنيه مصري وتعاملت بكامل البنية الأساسية والتحتية لكن ينقصها التنمية رغم أن نتعامل هناك ممر موقف دولي موجود هناك رغم أن نتعاملت صوبات زراعية اتعاملت حاجات كتيرة جدا عشان ننمو بيها وفيه مشاريع هتعمل في القريب العاجل لكن فيه مرحلة المفروض التوافق من القوات المسلحة ومعنا احنا كل قاعدة البيانات الموجودة اللي تزبط هذا الكلام وتم موافقة ست مناطق عشان إعادة تسكين المغتربين والإحلال والتجديد وفك أسر جنوب السد العالي فطبعا نزلت شوية استمرات نزلت شوية استمرات الاستمرات دي فركشت الدنيا شوية للناس عايزة تاخد حقوق متأخرة بقالها 114 سنة 118 سنة فأنت بتكلم لما تيجي تقوله دلوقتي تاخد بدل نقدي هيقولك أنا محتاج البدل نقدي فأنت دلوقتي احنا محتاجين شوية توعية كمان احنا محتاجين مش بس احنا محتاجين للأب يحتضن أولاده نحافظ على حضارة نحافظ على حضارة الحضارة دي نحافظ عليها بالإنسان ممكن تكون منظمة اليونسكو رفعت الأثار بتاعتنا وتكلفت مليارات دولارات حينها ذاك لكن نحافظ عندما نتكلم أنه طالما الدولة من فضلت المرحلة القولبة عندها استعداد تنفذ طبعا لا أنا عايز أقولك فيه استعداد تمام وتوجد الإمكانيات وتوجد الحلول يعني احنا لما بنتكلم كده مش بنقول كلام لا كلامنا كله بمواصيك يعني احنا لما نقول نصر النوبة فيها 105 ألف بيت ولمحتاج إحلاله نفسي هنكمل على فكرة نش هتبقى أول حالة ولا آخر حالة معنا مجموعة من الصورة يا جماعة يا لدت جاهزوا لنا على مصد المسعد يكمل كلامه عشان يقول لنا الصور دي بيتمثله إيه تمام جاهدين للصورة يا جماعة تبقى مصد المسعد كامل دي سنة 1960 أنا وأخويا مؤمن وجدي ودي في جسل القديمة قبل التهجير تمام والجلبية الموضوع دي الجلبية المخططة دي محروفة عندنا والحد لاتي والدتي ربنا يديها الصحة والعافية ويبارك فيها ذكرات جميلة جدا يا أستاذ المسعد طبعا محافظة على الحاجات دي طبعا ده أخويا مؤمن وده جدي ده الطمي بقى بتعني الطمي والحضارة بقى الحضارة القديمة بقى طبعا كنا مشهورين ساعتها شايفين النخيل ده اللي كنا أحلى بلح من عندنا وأحلى سمك من عندنا وكنا مفيش بطالة ولا عنوسة فعلا أرض الدهب البطالة ما كانش فيه بطالة ولا عنوسة اختلف الزمن واختلفت لما طلعنا بره الحضانة أيوة مصر قادرة عن تصبح ده اللي احنا تكلمنا عليها خلال الحلقة ده اللي احنا تكلمنا فيها وقلنا فعلا عندنا الإمكانيات بس عايزين ندي الأمل للشباب نديهم الأمل بان احنا فعلا المشاريع المشاريع اللي احنا اتكلمنا عليها في خلال المرحلة اللي فاتت لازم انها تظهر دلوقتي وتبان للمجتمع وتظهر على المواطن الغلبان تظهر على المواطن الغلبان ليه؟ لان احنا بنتكلم في مشاريع لازم احنا عالميا معروفين اقتصادنا ارتفع لكن في مصر لازم المواطن المصر يلمسها في الشارع الشارع لازم يلمسها لازم يحسها الشارع في أرض الواقع بالزبط كده مصر قادرة عن تصبح من نمور الاقتصادية لان ده انا عشرته وعرفوا ان فعلا احنا قادرين هنا الجولات اللي انا بعملها في جنوب مصر هنا في سنابل الخير في بلانة هنا ما شاء الله عايز اقول جولاتنا مش قاعدة وقومة جولاتنا عشان نعرف ونعمل قاعدة بياناتنا مع دكتورنا واستاذنا ومعلمنا دكتور سيد فيليفل ومعلمة العمل اللي احنا بنقعد ونتكتب معه هنا المدير المصري يكسب في ظل عشرات النماذج المصرية الناجحة وابن النوبة يبهر الكورين ده كان في جريدة الاهرام ودي كانت سنة من السنين فعلا كتبوا عليها في كوريا وفي الصين وفي اليابان الصور اللي انا بعتز بيها اللي هي وراي الخلفية دي وده النيل انا عايز اشير لحاجة مهمة جدا ارتباطنا بالنيل وبلاد النوبة او جنوب مصر ارتباط في جيناتنا حتى في اولادنا واحفادنا فاحنا عشان كده بنقول احنا حماتة مصر بالجنوب عشان هنا هو الدراسات التنموية والبشرية مع استاذنا ومعلمنا الدكتور حسن سيفسدين المستشار القضائي واخويا مصطفى انور والاستاذ سامي سامي ضيف مجموعة العمل اللي احنا شغالين مع بعض باننا 15 سنة حطين ايدنا في ايد بعض والاستاذ سعاد سيام اسكندرية المجموعة وشريف وردي ورايا دي مجميع موجودة في كل حطة قاهرة اسكندرية السويس اسمعلية بورسعيد امبركاب قرية امبركاب الولادة قرية امبركاب دي هناك في القرية اللي هي تبعد عن مصر الف كيلو القرية دي احنا بنزورها على طول كل القرى بنزورها هنا مع اهلنا وناسنا في قرى النوبة كلها او في فارس او في منيحة هنا في السودان هنا في السودان وكيفية الربط ما بين نوبة مصر والسودان وده مع السفير السوداني وعمل برتكول تعاون ما بين نوبة مصر والسودان ده مهم ده بيقرب ده حلول بقى لها القوان نعمة هنا اه تحت مظلة الدولتين قوان نعمة كده بنعمل للشباب بقى دورات تنمية بشرية ورياضية دينية بنسقف الشباب وبنعمل تنمية بشرية كل ده اتعمل في خلال العشرين سنة اللي فاتت طبعا الدكتور احمد شحاتة من ضمن الدكاترة المحترمين اللي ساعدتنا وخدمتنا بتير رحمة الله عليه موحي الدين صالح استاذنا مصطفى عبد القادر دولا كلهم دولا حافظين التراث وموثقين التراث النوبي يعني عايزين بقى كلمة اخيرة اه 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 كلمة اخيرة اه توجهها للرئيس السيسي رسالة اهل النوبل للرئيس السيسي عن طريق استاذ مصعد هاركي انا عايز اقول حاجة مهمة جدا احنا وقفنا كتير زينا زي السويس ورجعه واسماعيلية ورجعت احنا عايزين نرجع جنوب السد العالي كما كما ذكر قبل كده في الست مراحل وعايزين تنفيذ وعد مدى متى ستة وتلاتين في الدستور المصري الدستور المصري ادنا لحقية في ان احنا نعود مرة اخرى جنوب السد العالي وده اللي احنا بنتطلبه وبطلب من اهل وناسي رجاء تريصه وبعيده عن الفتن والاكاذيب مصر قادمة ووعدة مصر قادمة انظروا ماذا يحدث حوالينا احنا شوفوا انبارح حصل ايه في لبنان انا بقولها انهوت بقلب مصر امنة امنة بذكر الله امنة بشعبها امنة بجيشها امنة برئيسها سيد مصعد ان شاء الله الحلقة الجاية هنكمل بقى هنبتدى القضية النوبية من اولها وخطوات حضرتك والحلول ساعدت جدا بلقاء حضرتك النهاردة ان شاء الله بعد الفاصل عندنا ضيف مهم جدا هنتكلم بقى على استحقاق الدستور الكامل القادم وهنتكلم عن الاحزاب والحياة السياسية والقايمة الوطنية الموحدة انتظرونا ووعد روحوا في اي حد النوبة السلام عليكم ويحبكم في بينامج الكاتب والسفير وبنرحب بكل عزاء من المشاهدين لا صوت يعلو فوق صوت الاستحقاقات الدستورية سواء انتخابات الشيوخ او البرلمان وتأتي اهميتها في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها الدولة المصرية واليوم حلاقتنا تضوح حول الحياة السياسية في مصر ومعنا المستشار احمد حسين الباوي اهلا بيك اهلا بيك يا فد من الاحب اهلا بيك اهلا بيك اهلا بيك اهلا بيك اهلا بيك قريس حزب صوت الشعب اهلا بيك اهلا بيك ونقول لحضرتك ما هي اهم اهداف حزب صوت الشعب مسؤولنا احمد رحيم كل سلام طيبين اهلا بيك في البداية بنعز اهلينا في لبنان الحادث الاليم المفجار اللي تم هناك اهلا بيك ندخل نتكلم في الحياة السياسية اهلا بيك حزب صوت الشعب حزب صوت الشعب اسس اهلا بيك سنة 2017 بحكم اه المحكمة نتمنى من الله ان يكون حزب له رؤية مختلفة كليا بنتكلم عن التنمية والبناء والمشاركة السياسية بنحاول اه ايجاد مناخ سياسي مختلف كليا من خلال ان احنا نقدم للدولة المصرية قيادات تصلح انها تكون في الاماكن التنفيذية في المرحلة القديمة ان شاء الله فالحزب عنده رؤية تنموية بيتكلم فيها عن التنمية كاملة وبالذات في المحافظات اه الحديدية وصعيد مصر لان في السابق تم اهمال المحافظات دي كتير وادت لاشياء كتير عنينا فيها في المرحلة الحالية من عمر الدولة المصرية وفي الظل حكم خامة الرئيس عبدالفتاح السيسي شوفنا اللي بيحصل على الحدود المصرية لإهمالها في السنين وتأجير أهليها والأشياء الكتير دي لكن نتمنى من الله ان احنا نقدر نشارك في التنمية دي في المرحلة الجاية ان شاء الله ممكن حدقت تقول لنا ايه انواع انواع التنمية اللي ممكن تكون في المرحلة الجاية يعني نقدر نتكلم فيه تنمية اقتصادية التنمية الفكرية التنمية المشارية في وقت من الوقات فترة طويلة جدا كان عندنا كيان الحزب الواحد الحزب الوطني فمع التعددية الحزبية دلوقت الدنيا اختلف كليا فدور الحزب في المرحلة السابقة والمرحلة القادمة ان شاء الله ان احنا التنمية الثقافية والتنمية الفكرية التي تتعلق ببناء الانسان المصري هي اهم ما نهتم به في المرحلة الحالية لان الانسان من طول ما هو فارغ داخليا لن تستطيع اعداد جيل جديد وده اللي بنحاول نعمله من خلال عدة دورات بصفة مستمرة لاعداد الشباب والمرأة والكوادر الشبابية في ظل ان احنا دولة شبه مصر تتمتع باغلبية كبيرة جدا اغلبية التشكيل السكان المصر اغلبية من الشباب مزبوط فشغالين على التنمية البشرية اكتر شوية طيب امتي رأي حادتك في المشاريع اللي عملتها الدولة بالنسبة للشباب ان هي ما عندها شامز يتواصل مع الدولة فيها كحزب هتقدر انك انت تتواصل وتوضح للشباب ازاي هتعاملوا مع الوزارات وازاي ياخدوا حقهم من الدولة او يعملوا مشاريع او ياخدوا اتجاههم ازاي والله الملف ده شاك جدا يا استاذ انور لو اتكلمنا فيه الدولة عملت مشاريع عملاقة اغلبية الشباب على فكرة ما يعرفش حاجات منها كتير فانا بقى اتمنى ان الاعلام ووزارة الثقافة تقوم بدورها بافلام على الاقل تسجيلية وكل فترة كده عن اللي بيتم في مصر حتى يستطيع الشباب الشباب انت عارف في الوقت اللي احنا فيه اغلبية الشباب السوشال ميديا واكلة مخهم بطريقة غريبة فانت محتاج تبسلهم على الاقل شيء واقع فعلي ملموس موجود على الارض طب هو يعرف ازاي لو مش مطلع على الاقل قاعد بيشوف تلفزيون بيشوف مسلسل بيشوف مباراة يدينه فقرة تسقفية زي كده من خلال وزارة الثقافة لازم يبقى لها دور كبير في البعدة الدولة عملت كمية مشاريع حصرة لها ملايين ترليونات الجناهات تم انفاقع البنية التحتية المصرية على سبيل المثال شبكة الطرق الحالية اه اه شوف اللي اتعامل فيها وطويات والتطويات والمتو والمتو سمع خطوط لو كلمنا هنتكلم احنا كنا في الانتقابات الرئاسية المرحلة التانية لفخامة الرئيس احنا عملنا كتاب من من داخل الحزب بنتكلم على المشاريع وقتها كان سبع تلاف سبعمائة وتمانين مشروع على الارض موجودة كتاب ده موجود لما كنا بنقول للناس انزل شارك انتق في مصر شوف مصر ايه اللي بيتم فيها ايه الجديد اللي بيتم في مصر شبابنا عندنا شباب واعي جدا بس محتاج اللي اهتمام فيه في جزئية التسكيف ايه لو قمنا بالدور ده هيبقى عندنا كوادر بشرية ما شاء الله العقول في مصر مميز ما تعدش مصر وتقدمه للدولة من ناحية الوضع الاعلامي للمشاريع وازاي الشباب تاخد اتجاه ها في ان هي تحاول ان هي تشوف لها اتجاه مع الدولة ويعني تعمل حمزة وصل بالدولة والشباب والقصة بالذات لان القصة بايد عليها عامل كبير نعم ده مش دورنا ده احنا نقدم مشاريع نقدمها للدولة والدولة تقدر تنفذها رؤية ما هو في حال نحولها لساعتك احنا خارجين من صوا بان سبع سنين الدولة بتعاد من اول ودي تصيغطها احنا النهائدة كحزب الاول احزاب كانت مغلقة قبل الصوا دلوقتي ما فيش تمويل لها من الدولة دي انا اعاوز عشانك انت تحاول تعمل مثلا قلصات انجليز للشباب تقبل الاخر يعني بقامك تقبل الاخر دي في السوا في التعاملات مع الناس هقولك الموضوع ده احنا كحزب صوت الشعب عملنا منظومة متكاملة عملنا مركز دراسات عشان نقدر نقف على المشاريع اللي تم انشاء في مصر ونوجه فيها في اتجاه صحيح عشان نقدم رؤية جديدة للدولة المصرية عشان نقدر نقدم للشارع عملنا مجموعة شركات حوالين الحزب على اساس تكون دعمة لأفكار الحزب نفسه بس الاشكالية عندك في ايه اصوز انوار انت عارف التمويل صعب بالنسبة للأحزاب هتجيب من اين انت في ظل الاحتقان اللي موجود اتجاه الاحزاب بالذات والثقافة المقوز عن الاحزاب ان هي احزاب وصولية تسعى للسلطة احنا الدولة الحمد لله دلوقتي بتتجه للأحزاب ومديلها فوسة كويسة جدا ان هي تمثل كلم هي مش الدولة يا صوز انوار اه ثقافة الشعب نفسه السياسية محتاجين ان احنا نشتغل عليها الناس لازم انتشار كلها في اقراج المشهد السياسي ليه لانه ده جزء من حقوقك اصلا تلما بتترك حقك تتركه للاخر الاخر ده هل يصلح للمكان ولا تماما الدولة معزورة مش لاعية غير المجموعة اللي ظهر قدامها طب هاختار الاحسن منين وانت بتحولش حتى انك تظهر فانا بطلب من الجميع اتمنى ان الجميع يشارك في المشهد السياسي في المرحلة القادمة مصر محتاجة كل اولادها في المرحلة القادمة على ما اعتقد في الظل لقيادة السيد الرئيس ان احنا رايحين على مناخ صح سياسي هنشوفه في المرحلة القادمة فاتمنى من الله ان الشباب يشارك في صنع القرار السياسي على الارض وفي الشارع بالمشاركة مع كافة اطياف المجتمع يبقى احنا عددك الفتح اللي فاتت كنا فقدين مجلس الشيوخ بقى نفطها وكنا مجلس نواب فقط نعم حدك شايف ايه ان شاء الله في المرحلة الجالم يكون مجلس الشيوخ موجود مع النواب وحيبقى ايه وضعوا في المرحلة القادمة في البلد بصراحة انا كنا محتاجين لمجلس الشيوخ مجلس الشيوخ احنا محتاجين ناس اغلبية طبقة اللي تعتبر في كافة القطاعات الدولة يعني ونقدر نقول كافة القطاعات هتلقى التشرعيين موجودين وطباء موجودين ونقدر يخرجوننا حاجات كويسة تصدر للشارع من خلال مجلس النواب فأتمنى من الله ان فعلا مجلس الشيوخ هيبقى له دور كبير في بناء الدولة المصرية للأصول لرؤية الرئيس اللي يتمناها عشرين ثلاثين ان شاء الله انا بس عايزة اقول لحدك على حاجة عايزين نتكلم فيها بالنسبة المفهوم الناس في الانتخابات ان هي محتاجة ان عضو مجلس الشيوخ يكون موجود ويعمل خدمات فحنا عايزين نوضح للناس هو ايه ضيو وايه ضيو النائب في البرلمان شوف اه اقول لك جزئية دي انت مستحيل تلغيها المأخوز على النائب في البرلمان المصري سواء هيكون شيوخ او نواب هو نائب خدمات فانت محتاج تغير الرؤية دي شوية شوية مع تغير الثقافة مع تغير الثقافة فانت المعروف ان النائب في البرلمان معروف دوره ايه ان هو التشريع والقوانين مش خدم اه مش خدم الخدم في الدستور طبعا دلوقتي مش خدم خالص اللي هو المحلي هنروح المحليات لسه لسه جايلي المحليات ان شاء الله لكن هي دي طبيعة الثقافة في الشارع المصري فاعتقد ان شوية شوية بدأنا في تغير وهنروح للاتجاه الصحيح ان شاء الله لماذا لم ينضم الحزب لأي تحالفات في الفترة حاليا الحزب ان شاء الله فيه تحالف قوي بيتمي ان شاء حاليا على الارض لخوض الانتقابات البرلمانية القادمة على المقاعد الفردية والقائمة ان شاء الله في مجلس النواب واحنا مشاركين حاليا في الشيوخ في مقاعد على الفردي فالحزب طبعا يعتبر اول استحقاق ليه حاليا وكنا لازم نشارك بليه واحنا طبعا مدعمين لرؤية الدولة مش هنقدر نقول اكتر من كده في المرحلة القادمة الاستقرار وطبعا مجلس الشيوخ الحالي اول مجلس يتم طبعا انتخابه بالاضافة للمجموعة اللي يتم تعيينها من كبل فقامة الرئيس فانا اتمنى من الله ان يكون المجلس على يكون كويس في حدود رد الشارع مش هنقدر نقول اكتر من كده لكن مجلس النواب ان شاء الله احنا مشاركين بكوة فيه من خلال اتلاف قوي خلاف المقاعد الفردية في خلال النسب اللي حضرتك طبعا عرفها والشارع كل عالم طيب احنا حنطلب كلمة اخيرة للشارع المصري عشان الانتخابات وعايزين تقولها بقى باستفادة وتنصح الناس يعني تقولهم ايه اللي المفروض يبقى واجب عليهم في المحلة دي ونطلع شكلنا ايه قدام العالم والله انا قلتها قبل كده في كافة الاستحقاقات وبقولها للمرة الالف واجب على كل مصري ان ينزل للشارع ما تسيبش حقك لطرف اخر وده واجب عليك تجاه الدولة المصرية الدولة بتحاول تعمل المستحيل لاجاد مجتمع حديث يتماشى مع المرحلة الحالية في ظل المتغيرات الدولية الموجودة على الارض فانزل انزل ما فيش حد له سلطان دلوقت الشعب الشعب هو صاحب الكلمة الاولى والاخير فاعتمنى من الله ان كافة اطياف المجتمع المصري يكون حاضر في الاستحقاقات الحالية المتمثلة في مجلس الشيوخ ونشوف كذلك المشهد يكون اقوى في مجلس النواب القادم ان شاء الله لان احنا محتاجين ده محتاجين ان احنا نتسقف سياسيا في ثقافة السياسية ما تنزلش بتوجيه انزل برؤيتك انت انزل بقناحتك انت انزل عشان تقدر تحقق اللي انت عاوزه في الشارع ده حقك ولازم تشارك فيه وعشان نسبك كمان للعالم ان احنا دولة نكحة ده ده احنا اثبتنا للناس كلها نزل تحديات ننزل تاني وتالت دايما الشعب المصري يا استاذ انور بيغير كل المفاهيم وبيغير كل التوقعات فالحمد الله احنا عدينا يعني اطاعنا شوق كبير جدا ومشينا بخطة سابتة وعلى ما اعتقدت أزم الكورونا ووضحت الكلام ده والحمد لله احنا قريبا ان شاء الله هنحتفل جميعا منتهاء الفيروس ده من مصر بإذن الله فالحمد لله وقفين على رجلين اقتصادنا كوي الجنيه حتى مقابل الدولار انت شوف العملة الوحيدة اللي هقيمة يعني أعلى في المرحلة دي عن باقي العملات العالم كلها احنا سعداء بحضرتك وإحنا عندنا ملفاكي طيب جدا مع بعض هنكملها الحلقة الجاية ان شاء الله وبنتمنى من الله التوفيق لحزب صوت الشعب ونشوف حدك بقى في البقلمان والله انا هوجه كلمة اخيرة للشباب اتمنى من الشباب بالذات احنا انشأنا الحزب ده عشان خاطر الشباب انزل وشارك حب بلدك زي ما هي بتحبه وديها حقك حقها عليك عشان تقدر تغيب حقك كاملا شكرا لك شكرا ان شاء الله بالتوفيق يا فن شكرا